العزم على أداء الحج ثم التوجه إلى اليمن جاءت الأخبار عن حجوم جايش القرمط الثائري وأخذهم الحجار الأسوادي في تجرؤهم وكتل من في الدائري وذهب الإمام الحج الذي يليه راجل زاورة المشاعر وانطلقوا بالركب بعد حجه على طريق اليمن المجاور فكان حق الأهدال ينزلوا على سيام البلد المواثر أمالك دائم يومي ودي سردن أكرم بهم من ساداتنا كافر ووصل سيرات إمام أحمد بركبه في أمة المصافر حتى ترجو بينا من وددنا ألقى عصا تسيار المسافر وقام فيها داعياً ومرشيداً ومصلحاً على النزاع التاهير ألقى عصا تسيار المسافر ومصلحاً على النزاع تسيار المسافر ألقى عصا تسيار المسافر ألقى عصا تسيار المسافر ومسافر وغم فيها النافع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر